موسيقى موسيقى عندما نتحدث عن الضرر الذي يكون نتيجا عن تلوث المصانع بشكل عام عن مستوى الشهرية الساحلي بالنسبة للساحل المغريبي نجد مدينة ضرر بيضاء من الموضن التي تعاني من الاختناق للتلوث لنتيجا عن مجموعة من المصانع المتركزة بهذه المنطقة ومن بين المناطق المتضررة داخل منطقة ضرر بيضاء نجد منطقة ليساسفا ليساسفا بدورها تعتبر بؤرة خاضعة للتلوث النتيج عن هذه المصانع المشكلة الحاضرة هنا هو عندما نجد أحياء سكانية نجد داخلها أو فيما بينها وحدات صناعية تلوث بمعنى تلوث بمعنى ضرر نتيج الساكنة بشكل عام كل واحدة الساكنية المحيطة بهذه المصانع خاضعة لها التلوث وهنا تحضرنا منطقة منطقة المناطق المحيطية ليساسفا هي مش ليساسفا منطقة رياض الراحة كذلك الأمانة جوج ومنطقة دوار مهدي ومنطقة دوار موزيتون هذه المناطق أو هذه الأحياء الأربعة التي تم ذكرها هي تحاصر وحدة صناعية ملوثة المشروع هذه الوحدة هو لتصنيع المواد التي تعلقها بالفرش المشكلة التي تصدرها هذه الشركة أنها لديها مداخن تنبعت منها يعني دخاخين دخاخين عبارة عن غازات تتساقط هنا وهناك على هذه العمارات المحيطة بهذه الوحدة النوافيد هذه العمارات بشكل عام خاضعة لها التلوث هذا تلوث يظهر على المستوى زجاج هذه النوافيد على المستوى كذلك المناشير التي تنشر في الأسطح وغير ذلك إذن تلوث هذا أعطى أضرار أخرى هذه الأضرار تتمثل في الأمراض التي مرتبطة بحساسية الجلد حساسية العينين حساسية الأنف بل أحيانا حساسية المتعلقة بأمراض الضيقة أو ما يسمى بالربو هذه الساكنة هذه من طبيعة الحال ليس هناك تلوث فقط لمرتبط بصحة الإنسان فقط بل هناك تلوث آخر تلوث المرتبط ب تلوث صوتي عندما نتحدث عن تلوث صوتي هناك محركات تشتغل ليلا نهارا يعني الشركة لا تخدم غير بالنهار ولكن حتى بالليل وهنا الساكنة المعنية بهذا المسألة هذه بشكل مباشر منطقة حي الأمانة اثنان وكذلك حي رياض الراحة بالإضافة إلى دوار مول الزيتونة وهنا عندما نتحدث عن الأحياء فمن الجهة يعني من الجهة تقريبا من الجهة الشمالية نجد الأمانة من الجهة الشرقية نجد دوار من الجهة الغربية نجد مول الزيتونة ومن الجهة الجنوبية نجد رياض الراحة هذه الأحياء خاصة حي رياض الراحة إذن هو في أنفاص بهذا المعنى في الواجهة لهذه الشركة والمداخل موجهة نحو هذه المنطقة هذه ونحو مول الزيتونة لا نعني بأن هذه المداخل موجهة فقط نحو هذه الحييين ولكن تأثير مباشر لهذه المنطقتين معا لا نعني بأن دوار هذه ما متأطرش الأمانة اثنان ما متأطرش هناك مداخل تتطاير هذه الغازات والدخاخين وعندما تتطاير تخلف بعض الحمام اللي هي مرتبطة بهذه الغازات هذه لماذا؟ لأن ما يتم إنتاجه هو مرتبط بالفرش وبالتالي يخلف هذه الغازات هذه إذن المشكلة اللي كان هنا حيسا كان وسطه أو فيما بينه هناك واحدة صناعية ملوتة إذن هذا يعطي ضرر كبير بالنسبة للساكنة لا ما نتكلم عن المشاكل لمتابطة هذه الساكنة لا يعقل لساكنتين تشتري عقار يعني من كنت تكلمه إنسان يشتري الشقة بمعنى قبر الحياة هناك مشاكل مادة يمتابطة بهذه الناس وفي الأخير يجد نفسه محاط بغازات ملوتة إنسانيا ولما نتكلمه بيئيا وغير ذلك إذن هذا ضرر كبير بالنسبة للساكنة هذه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة